ليه دلوقتي بقى انا متطلعين زيادة؟ يعني الشاب زمان كان كل يجيب مثلا العربية 28 افتكارها دي اساس لاي شاب في مصر يبتدي الاوبة عربية 28 يتطلع بس ايه يقولك ايه بالعقل التطلعاته كانت بالعقل اللي هو كم سنة اشتغل فادفع استفاق جدد دي بالا اعلى منها نص درجة فنص درجة مع نص درجة بكبر في الاخر عشر سنين عشر سنة درجتين تلاتة لكن دلوقتي الشاب عايز يتخرج ابقى مدير شركة ابقى رجل اعمال ما حصلتش انا هشتغل في البابلز فليه بابا بابلز ليه حبيبة تعمل ايه بالبابلز لا البابلز وتلاقي فيه كلام عجيب غريب انت بتسمعه من الشباب انت فهم انت بتقول ايه هو عايز يركب العربية اللامبرجيني معرفش عامله ازاي وهو عنده لسه 25 سنة والبنت نفس الحكاية تفتح السوشيال ميديا تلاقي الخاتم تلاقي العريس الافلاطوني اللي جايب الاسرة على الجزيرة معرفش ايه فلانا النجمة اتجاوزت رجل اعمال فلاني فجاب لها طيارة خاصة مش لينا حبيبة قلب الطيارات الخاصة دي مش كلنا بيجي لنا طيارات خاصة تطلعات تطلعات زيادة المسألة طبعا المسألة ليه علاقة ببردو خلق سيئ جدا اصابنا الفترة الطويلة اللي فاتت الفهلاوة الفهلاوة احنا اعتقد ان الشخصية المصرية اصيبت لفترات طويلة جدا بداء الفهلاوة كويس فانتي علشان تيجي تغييري الفهلاوة دي دلوقتي ده موضوع زي ما حصل في أربعين سنة مش هيخلص في سنة واثنين وثلاثة بس انتي بتبدأي النهاردة مشروعك ويمتد معاك اللي جاي بقى دعم الفهلاوة ده الحقيقة هو سوشيال ميديا سوشيال ميديا انتي ببساطة بتتفرجي على العالم كله من التليفون وانتي نايمة الانترنت موجود في أغلب البيوت المصرية واللي ما عندوش انترنت بيستلف ويشحن ودي مصيبة تانية الحقيقة يعني ابدأ استلف عشان اشحن عشان اتفرج على النجمة اللي جزء اجاب لها طيارة وهكذا زي ما انتي بتقول الازمة هنا هي ازمة خواء مفيش حاجة جوا فانتي بتمليها بحاجات تانية خالص بتمليها بحاجات من بره فما فيش حاجة فده اللي بيتملي عينك بتشوف الفنان الفلاني اللي هو بيغني وصدره مفتوح والممثلة اللي مع كل الاحترام لكل الناس والله يعني انا هنا يعني ما بكترقش على مهنة بالتحديد انا بتكلم عن نمازج اخلاق اخلاق انا بكلم عن اخلاق في النهاية يعني انا انا فاكر مثلا انه اول سيزن اتعرض فيه او هو سيزن الوحيد اللي اتعرض فيه ضمير قبل حكمة اول اول شو فيه حتى اسم المسلسل ايوا ضمير فتعودي تسمعي بالظبط فتعودي تسمعي مزيكة للأستاذ عمر خيرا تتعودي تتفرجي على أستاذ جاميراتي بتعودي تتفرجي على فتن حمامة تتعودي تتفرجي على حاجة حتى لما البرومو بتاعها كان بيجي ضمير قبل حكمة فانتي بتوري الناس تعودي عنهم على كلمة ضمير فيه كلمات غابة عندنا ايمان غابة تماما انا لسا كنت بقول برضو من كام يوم ان مسلسل الاختيار وهذا المسلسل العظيم الرائع بكل تكويناته باخراجه بمزكته بابطاله حقيقي يعني حاجة رائعة مسلسل الاختيار رجع الأولاد تاني بدل ما كانوا راحين للباب جي وانهم بيموتوا وبيكسروا رجع تاني شايف الزابط المصري وشايفين بقى الجانب الإنساني ان هو بيطبطب على أولاده بيربي ومراته وقد ايه الناس دي يعني بيبقوا شهداء في سبيل البلد اللي عيش فيها دي يعني ايه شهيد يا ماما لقينا اطفال كتير بتاتوا يعني ايه شهيد انا نفسه اطلع زابط زي الزابط ده فمسلسل الاختيار وايضا برضو شكر عظيم لشركة المتحدة المتحدة بتعمل حادك بتقول عليه ده اللي هو بتستبدل القيم الوحشة بالقيم الحلوة تعال اديك انا المنتج الحلو سيبك من ده اكسباير ده بهايز ما تخفيش بقى من اللي بايز طول ما انتي عندك مادة تاني بالزبط خلي اللي اتنين مع بعض وشوفي مين هيكسب طب